بتقولوا ده أنا كنت بكلم فيه بعد مطش بألمراسو كنت بقول إنه يعني البرونزوية مهمة جدا إنك إنت تشارك في البطولة السادس مرة برضو شيء عظيم جدا جدا لكن أنا بشوف واحد من أهم المكاسب هي فكرة إنه الولاد بتوعنا يغدوا يوصلوا للحلل معنا أنا على فكرة لعبت بألمراسو كسبته ولعبت وقفته قدام الباين وقديت مطش على مستوى عالي جدا المطشات دي بتدي ثقة وبتدي بترفع من الحلل معنوية لجيل بتهليف معظمه صغير يعني بالمناسبة مطش مونشن جلادباخ أنا كنت شفت أنا مش عايف لو يعرضوها لا لا هي دي نفس نفس العنان طبعا بطل ألمانيا جلادباخ قدام الأهلي داخ وبالمناسبة أنا يمكن معلوماتي إنه إنه مدرب مونشن جلادباخ ورئيس النادي كانوا طلبوا واحتراف كابت الخطيف في نفس ليلة المباراة كابتن صالح سليم طلبوا منه إنه اللاعب رقم عشرة يعني زي ما طلبوا إحنا عايزينه معنا في مونشن جلادباخ من ضمن الحاجات يمكن المعلومة اللي ممكن ناس كتير جدا متعرفاش إن الكابتن محمد الخطيف كان نجم المباراة في هذه المباراة فإحنا بعد المباراة طبعا كان في عشرة بالنسبة للفرقتين في النادي رئيس النادي مونشن جلادباخ طلب من الكابتن صالح سليم احتراف الكابتن محمد الخطيف في ألمانيا ودي كانت مفاجأة بالنسبة لنا يعني موضوع الاحتراف بالنسبة لنا يعني ما عندناش علم به يعني فكانت طبعا يعني لفتة جميلة جدا اديتنا سيكا كلنا بتصريح طبعا من كابتن خطيف ساعتها في التوقيت ده أنه يعني مش هلعب غير للأهلي حتى ولو دفعوا مليون جنيه مليون جنيه يا بيبو ايه مليون جنيه مليون جنيه ايه طبعا مليون جنيه في التوقيت ده كان أكيد طبعا رقم حاجة تلك طبعا طبعا أنا حاز أخبرك يا احمد إن كانت مكافئة المبراء دي تمانين جنية فإن ده أنا أشوف التمانين من مليون يعني إنت تتكلم مكافئة المباراء لكل لعيب تمانين جنيه السنة الليبخا كانت باير مونخ سبعة وسبعين كانت مكافئة المبراء مية وخمسين جنيه فالنهاردة طبعا الخطيب لما اتعرض يعني يعني قيمة كابتن محمود الخطيب في هذا الوقت الناس كانت مستعدة تدفع من لون جنيه كل من اللون جنيه دي يعني رقم كبير جدا صحيح ما كانش فيه بطولات عالم في التوقيت ده يعني إحنا السنة دي العشرين سنة الأخيرة بتادينا نعرف يعني إيه بطولة عالم أندية ويعني إيه مشاركات الأهلي طبعا ما فيش غير نادي الأهلي بس هو من مصر اللي بيشارك في بطولات العالم فالجمهور اتعود على فكرة إنه الأهلي في بطولة في مونديال الأندية ده بقى شيء طبيعي على أيامكم إنتوا ما كانش فيه ده ولكن أنا حتى شايف من تصريحات الموديل الفني مونشن جرانباخ إحنا لعبنا ريال وكسبناه لعبنا برشتونة لعبنا روما لعبنا باير ميونيخ مش أول اللقاء نقابله لعبنا سانتوس وإنترنسيونالي وبالمرس وكورنسيانس ولعبنا كل الأبطال في العالم كله من الواضح إنه حتى على أيامكم كابتن مهر إنه الفوارق ما كانتش بالعكس يعني أنا شايف إنه أنت بتلعب بطل أوروبا وبطل ألمانيا وقدر تقدم مباراة قوي جدا وقدر تفوز عليه يعني الموضوع ده من من كل الأجيال مش بس مش بس الأجيال الأخيرة اللي شاركت في المونديالات يعني لا وهو دي دي ثقة الجيل جيل السبعينات يا أحمد يعني خبالك يعني معظمه النهاردة النهاردة الخطيب آآ كابتن محمود الخطيب لما يجيله مليون آآ سنة ستة وسبعين النهاردة كابتن محمود الخطيب موجود مع الجيل ده آآ هتدفع كهة مليار يعني بالزبط آآ شوف النزمة وتنصة محمد إزاي فأنا عايز أقولك إنه 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 فعلا إحنا كان من الجرأة إنك إنت بتلعب بطل أوروبا إزا كان آآ مونشي جلاد بخ أو داير مونيخ بعديها بسنة بتكسبه اتنين واحد وأنا كان ليش شاركت ألعب على مولر مولر وقتها كان كان هتدف ألمانيا منتخب ألمانيا وهتدف كاس العالة فعاز أقولك الاستفادة يا أحمد إحنا استفدناها من اللقاءات دي استفادة كبيرة جدا من ناحية التحرك من ناحية التاكتيك من ناحية المهارة من ناحية اللقاءة البدنية من ناحية خلق المساحة جمل التاكتيكين اللي احنا شفناها في المبرات دي علمتنا بعد كده خلتنا بعد كده نزيد وفي ناحية التعبيل الأمر